السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة مجددة لكم أحبابي في حلقة جديدة سنتعلم اليوم بطريقة احترافية رسم المناظر الطبيعية بالفرشات وخطوات سهلة فما تفوتوش هذا الفيديو مهم وفيه أسرار كالعادة وتقنيات رائعة لذلك تابهوا معي وركزوا مع الدرس في البداية كيف مشته در التخطيط دي المنظر الطبيعي ديلي بخط أفوقي قسم لي اللوحة إلى قسمين بحيث الجزء الأعلى تقريبا كبر من الجزء الأسفل ثم در التخطيط دي الجبال فوق خط الأفق مباشرة هنخلي واحد المساحة دي السماء الفوق ونخلي المساحة دي الجبال واخدها حصة كبيرة في المنظر وشوفوا الجبال كيفاش متداخلة في التخطيط مباشرة تحت الجبال على مستوى الخط اللي رسنت في الأول ونضير أشجار صغيرة أشجار صنوبر كلها تقريبا من اليسار إلى اليمين والفرشات اللي كنخطط بها فرشات أنجولورة قيقة عندها دقة في تحديد الخطوط اللون أزرق اللي كنخطط به سباغة أكريليك مقاس اللوحة القماش 40 سنتيمتر على 30 سنتيمتر يعني اللوحة صغيرة لذلك ندير الفرش تكون صغيرة جدا كيفما كتشوفوا منظر طبيعي متكامل فيه جبال وفيه أشجار فيه صخور فيه بحيرة يعني متكامل تخطيط واضح بعد ما خططت الخط الأول اللي قسم اللوحتين بدرت السلسلة دي الجبال الفوق وبديت فيه رسم الأشجار على الجهة اليسرى والتلال والسخور والمروج اللي كتكون التحت ثم الجهة اليمنى كذلك مقابل لها بحال تقريبا نفس المنظر ولكن كين تنوع دي الصخور وأشجار نبدأ باللون البنفسجي ولاحظوها الدرجة قوية غادي نخففها نحاول نخففها لأنني مني كنبدأ في الأول كنحاول ندير محاولة فقط باش نعرف الدرجة دي اللون اللي غنبدأ بها هدي مشي درجة غنبدأ بها غنحاول نخففها وهنا نقول واحد الفائدة الأحبابي ممكن تغيروا اللون مجرد ما تديروا الطلاق إلا بغيتوا تغيروا اللون رهتغيروا لأن الدرجة دائما ممكن نغيروها وإحنا كنرسمو وبذلك نكونو داركنا الموقف وجربنا حتى درجة اللون الآن كتبا لي الدرجة اللي ممكن غنديرها في السماء غيرت الآن درجة أخرى ولكن لون البنفسي كيف ما كتشوفو لون البنفسي دمجتو معا لون أزرق في شيء مرامادي أعطاني هذه الدرجة وغنبدأ نخففهم لتحت لاحظوا غندير نفس الدرجة اللي درت في الأول لتحت هيكون تدرج لوني في السماء تلوين والطلاق كنديروه بفرشات الآن جولو كبيرة شيئا ما ودائما المساحات اللي كتكون كبيرة كنتستعمل لها فرش كبيرة اللي كتكون كتلاق بها مشي كبيرة تلذك الدرجة ولكن تكون كتناسب كل مساحة الآن غنضيف اللون البنفسجي مرة أخرى ولاحظوا المساحة اللي كندير فيها اللون البنفسجي على الجهة اليمنى من الفوق باش يكون تدرج نقطة التقاء اللونين غندمجها لاحظوا العملية ثم نبدأ في رسم السحب لون بنفسجي وأبيض وفيه شيء مرمادي خفيف جدا هنا وضروري ندير اللون الأبيض باش نخفف لأن المساحات اللي في السحب غتكون دائما في هاللون الأبيض هنا الدرجة الأولى اللي درتها حل الفراش من بعد غتكون الإضاءة وشوفوا المساحة اللي كندير فيها السحب اللي كرسم فيها السحب التحت مباشرة فوق الجبال على مستوى اللون الأول اللي درت المساحة اللي كندير فوق ديال اللون بنفسجي غنقرب لها بالسحب فقط أما التحت غنغنيها بالسحب وللاحظتم مرة أخرى شوفوا شكل السحب متداخل ومتراكب يعني سحابة فوق سحابة الآن غنبدي اللون درت اللون برتقالي خفيف لاحظوا فيه اللون الأصفر أوكر وشيء من الأحمر والأبيض غنديرو فوق اللون اللي درت في الأول باش نغنيها هاد اللون لأنه في الأخير غندير العمل يدي الإضاءة باللون الأبيض ربما غننعود على طبقة أخرى هنا كيف ما كتشوفو ونخفف مرة مرة نخفف اللون بإضافة الأبيض هاد المساح اللي على الجهة اللي يسرى ما غنديش نغنيها غنخلي فيه اللون الأول ونعطيه لون خفيف غنشي الجبال الآن نبدأ اللون في الجبال اللون بين نفسجي وأزرق ورمادي سنضير به الجبال الأولى لون خفيف كيف ما كتشوفو ونحن اتفقنا على أن كل خلفية دي المنظر كتكون خفيفة وكتنعكس عليها الألوان دي السماء لذلك كل ما قربت في المنظر كل ما نزيد نقوي الألوان ونتو ما غنشوف هذه العملية من بعد نبدأ نعطي للون قوة شيئا فشيئا لاحظوا الآن ضفت اللون الأسود والأحمر ضفت على نفس طبقة اللون أول ونضير به طلاء الجبل دائما بنفس الفرشات الفرشات الأنجولو المتوسطة ما هي الأولى اللي طلاء السماء لأن الأولى كانت كبيرة خليت ألوان سحب من بعد حتى نشوف ومن بعد نعطي الإضاءة تندير عملية طلاء الجبال الآن نحاول لون الجبل اللي في الخلفية الصغير بالأزرق والأسود والبنفساجي وشيء من الأصفر قليل من الأصفر لاحظوا الدرجة دياله مختال فعلاء اللي في الخلفية دياله اللي قدامه لذلك كين تنوعنا ديالة السلسلة ديال الجبل اللي الرسم فيها ثم الآن نضيف اللون الأسود على نفس الطبقة اللي درت الأسود والأحمر والبنفساجي هنا نقوي اللون الأسود ونضيف البنفساجي ولاحظوا الدرجة مختلفة على الدرجة الأولى نحقق الموضوع اللي قلنا كل ما قربنا للمنظر كل ما يزاد القوة ديال اللون لاحظوا الفراش ديال الضل النقطة التقاء الجبال مع البحيرة والأشجار سوف أمشي الآن للسحب اللون الأبيض طابعة الحال دير اللون الأبيض وضيف له اللون البرتقالي والأحمر ولكن مقوي اللون الأبيض بش نحاول نعطي إضاءة للسحب ونبينها ونبدأ تدريجي نضيف اللون الأبيض لاحظوا كيف نبدأ تدريجي نضيف اللون الأبيض طبقة الأولى مش هي الطبقة الثانية لذلك سنخفف اللون حتى ندير اللون أبيض في الأخير يعطيني إضاءة السحب ويغني لي السحب بفرشات لسان الطير كيف ما كنتشوفو خفيفة مسننة كذلك كنضرب من الزوايا دي الجهة اليسرى باش نعطي إضاءة وتبال إضاءة لاحظو كيفاش كنكرر اللون ونعود عملية الإضاءة لأن اللون كل ما كررتو كل ما كيبان وكيعطي القوة ويظهر لي المنظر الواقعية دياله لاحظو كندير جهة فقط لتمس الجهة اليسرى باش نعطي الإضاءة وتشبكل لون السحب ونمشي تباعا حتى الجهة اليمنى نرجع نحاول نوزع سحب بلون خفيف فيه شيء من البنفسجي والرمادي كيف ما كتشوفو ثم نفيني ما تبقى من الضربات ونوزع السحب هنا وهناك شضايا من السحب فقط ضربات لساعات الآن نبدأ بالإضاءة في الجبل اللون ترابي قدرت فيه اللون الأصفر أوكر والأحمر والأبيض والبنفسجي لاحظو الطبقة نبدأ أولا بالخلفية الجبل اللي درت في الخلفية نعطيه الإضاءة والتفاصيل تفاصيل ديالجبل كتبان بعيدة فيها بعد الأتريبة والأحجار بفرشات الأنجولو كندير في خط مائل من الفوق جاية على الجهة اليسرى باش تبال إضاءة ثم ندخل في الجبل الثاني الصغير اللي درته مختلف في اللون اللي كتشوفو فيه ونجي بنفس اللون في الجبل الآخر اللي تابعو وغادي تدريجيا من اليسار إلى اليمين كيف ما كتشوفو فرشات الأنجولو رها متلتة كيف ما كتشوفو وشوفو طريقة توزيع الدربات على الجهة اليسرى كيفاش كنحاول ندير الموتيف ديالجبل باش نحدد تفاصيل لاحظو كيفاش كنغير الموتيف باش نصنع بعض تفاصيل ديالجبل ونحدد المعالم ديالو بحيث يوليبان في شكل ديالو الحقيقي دائما بنفس اللون وبنفس الدرجة ديال اللون وبنفس الفرشات فرشات الأنجولو المسننة اللي كتعطيني ضربات رائعة ولاحظو بمجرد ما درت هاد تفاصيل اللون ديال الجبال بان تغير ديالو وبان درجات ديالو ابتداء من الجبل اللي في الخلفية والجبل الثاني والجبل الثالث كل واحده درجة اللون ما كيبانش في الاول اللون مني كنديرو ولكن من بعد ما نبدو في تفاصيل اللون الضوء وكتدير الوان مختلفة اخرى كتبدا تبان درجة الالوان المهم الآن غنضيف درجة اخرى غنضيف اللون الابيض على نفس الطبقة ديال اللون الترابي وغنمشي تباعا تاني نبدو من الجبل الاول حتى الجبل الرابع لاش ندير نفس الطبقة دياللون ونخفف اللون باش تباني الإضاءة ولاحظو نفس طريقة ديال الدربات غنمشي بنفس النسق ولكن لون اخر نخفف به دائما نحاول نبني بعض تحديدات في الجبل باش نبدأ مرحلة اخرى من تفاصيل في الجبل اللي غيكونوا فيها تولوج واللون الابيض والازرق لاحظو الإضاءة دائما على الجهة اليسرى بالنسبة للتسلسيلة ديال الجبال كنت نتناولها من اليسار الى اليمين الآن غادي نحاول دير تولوج ما بين الجبلين دمش اللون الابيض والبنفسجي والازرق قويت اللون الابيض باش يبقى يبان اللون الازرق والبنفسجي خفيف في الجبل لانا لانعكاس الضوءي ديالجبل فارض وجوده ضروري خصنين دير اللون اللي كي شبه للتركيبة الاخرى ديالالوان اللي في المنظر بنفسجي وازرق الخلفية ديالجبل فيها الازرق والبنفسجي السماء فيها البنفسجي والازرق لذلك التولوج تبان من عاكس عليها هاد الإضاءات وما يبانش اللون الابيض 100% ضروري ندير واحد للساعات ديالاللون الابيض في هاد المساحة اللي درت الان شوفو كيفاش دمشت الالوان وكيفاش غيرت اللون درت اللون بنفسجي وازرق قوي شيئا ما وخففته للجهة اليمنى لاحظوا ونحاول ندير واحتف الجبل اللي في الخلفية باش يعطين عكاس ديالالإضاءة ندير عروق لتولوج بفرشات الانجولو لاحظوا العروق بخطوط خفيفة غتبين الدوابان ديالتولوج في هاد الجبال ومساحة التولوج في هاد الجبال كي نواسط الجبلين فقط باش يبان الجبل الشكل ديالو وتبان الأبعاد ديالجبل نمشي على الجهة اليمنى بالنسبة للجبل الأخير هناك ندير عروق كذلك ديالدوابان تولوج بنفس درجة اللون أزرق وبنفسجي طبيعة الحارة نضيف لهم اللون الأبيض باش نخففهم دائما لاحظوا طريقة ديال تعريق اللون كيفاش ندير عروق باش نبين ان ينسياب ديالتولوج بخفة الآن نخفف اللون بإضافة الأبيض ونعطي تولوج لتحت في السفح الجبل نحاول نحدد شكل ديال نسياب ديالتولوج على الجبل نحضوا إضافات دياللون الأبيض في المساحة اللي فيها اللون الأزرق الآن غنمشي للجبل الأخير لعلى أقصى اليمين اللي كيبان على خلفية هاد الجبل ودرتو باللون البنفسجي والأحمر والأبيض غندير لي اللون الترابي من الفوق نعطي مساحات ونعود رجع لي باش نخفف هاد الإضاءة لللون الترابي الآن غدين نعود نفس الطريقة اللي بديت بها ونضيف اللون الأبيض على نفس الطبقة دياللون الترابي باش نعطي الإضاءة للمرة الأخيرة در تقريباً ثلاثة المراحل الأول والثاني والثالثة الآن غنضيف على اللون الترابي اللون البنفسجي والأحمر ونعطيه الإضاءة باللون الأبيض نخففه مئة في المئة لاحظوا درجة اللي أعطاني الآن باش يحدد لي الإضاءة في التولوج وتبان التولوج في الأخير واضحة وتبان حتى تفاصيل ديال الجبال واضحة ننشي الجبل اللي على أقصى اليسار اللي درتوه بالرمادي والأزرق شيء من البنفسجي غن نخفف التحت ديالسفح الجبال بإضافة الرمادي والبنفسجي يعطيني الشكل من الضباب ثم ندير بعض العروق باللون الأبيض ورمادي لاحظوا وفي حتى اللون أزرق خفيف نعطيه تفاصيل تبين لي الشكل ديال الجبل ووضعيته توجاه الجبال الأخرى ثم بفرشات المرواحة نبدأ الرسم في أشجار السنوبر باللون الأسود والأخضر سهلية من السلسلة ديال الجبال الآن غنبدأ في التفاصيل ديال المروج والأشجار لاحظوا الشكل اللي كرسم به أشجار السنوبر بالفرشات المرواحة فرشات المرواحة مسننة كتعطيني رؤوس أشجار السنوبر بدقة كتحدد لي الشكل العام ديال أشجار السنوبر نمشي بتشكيله من الألوان في اللون الأسود والأخضر على الجهة اليمنى باش نبدأ في التفاصيل ديال اللون بضل لاحظوا الطريقة باش نخدم طريقة باش نوضع أشجار السنوبر على الجهة اليسرى كنغير اللون بتخفيف اللون الأخضر نديروه على الجهة اليمنى ونمشي به الواسط كذلك ثم نجيب اللون الأسود والبنفساجي والأخضر وندير سلسلة كذلك ديال أشجار السنوبر على الجهة اليسرى مقابلة الجهة اليمنى في خط أفوقي كي يبان وتبان سلسلة ديال أشجار السنوبر متشابهة نفس الحجم نفس الطول تقريبا كان اختلاف بسيط فقط واللون مختلف لأن هنا نعكاس وهنا نعكاس وحتى الشكل ولون الأشجار يتغير في المنظر الطبيعي وهذا المسألة ربادية لاحظوا كيفش كان سترسل في رسم أشجار السنوبر على الجهة اليسرى نضيف بعض الجبال في الخلفية باللون بالنفساجي وأسود وأخضر وحاولت نربط هذه السلسلة ديال أشجار مع الجبل بحيث كان بينا بحل الضباب كتبان خلفية ديال أشجار ما بيناش ما واضحاش ونعمم اللون الأخضر خفيف لديك المساحات ثم نكمل من أشجار السنوبر باللون الأسود والأخضر وبفرشات المروحة لاحظوا الطريقة ديال رسم الأشجار للون الضل كنحاول دائما ندير خط عمودي ونهود تباعاً ولاحظوا الآن غد نبدأ في تلوين البحيرة اللون الأزرق اللون الأزرق فيه البنفساجي خفيف واللون الأبيض كيعطيني هذه الدرجة نحاول نملأ قع المساحة اللي خططت في البحيرة ضفت على اللون الماء ضروري لأن هذه المساحة ديال الماء ستكون خفيفة ويبقى اللون خفيف لذلك ستعملت الماء غيرت اللون التحت بإضافة الأخضر كيف ما كتشوفوه ثم نبدأ نعطي اللون الأسود والأخضر والبنفساجي على المساحات اللي تحت الأشجار مباشرة غيبان ضل ضروري غيبان ضل ديال الماء هنا أتبان ضلال ديال الأشجار كذلك بالنسبة للجهة اليمنق لون بنفساجي وأسود وأخضر يعطيني ضل في المياه في البحيرة كذلك الواسط المهم بعد الروتوشات من بعد غرج عليها نجعل اللون تين شف ومن بعد غن ندير التفاصيل الأخيرة لاحظوا توزيع اللون نحتفظ على اللون الأزرق يبقى ثم نوزع اللون الأخضر زيتي على الجهة اليمنى وغنديره في المساحات اللي غيكونوا فيها موروج وخضرق أما المساحات اللي غنخليها فارغة غتكون فيها سخور وأحجار كيف ما غتشوفه من بعد وهذا لون فراش فقط رأني كنغير اللون مع أنني كنوزع طبقة وكنغيرها نحاول نضيف اللون الأصفر بعد المرات ونخفف اللون اللون البني اللون الأسود والبنفساجي والأحمر كنوزع صخور هنا نحاول ندير صخور للون الظل لاحظوا المساحة الصخور دخلتها في الموروج وفي المساحة اللي فيها اللون أخضر بش تكون الأحجار متماسكة مع الموروج وداخله في الموروج لاحظوا كيف أشعطاتني منذ الوهلة الأولى ضروري نفرش ألوان تضل نفس طريقة غنضيرها على الجهة اليسرى بدل طبقة اللون فقط لاحظوا اللون الأخضر زيتي وغلنا ناخد منه شوية ونضيفه على الجهة اليومنا بش يكون دائما تناغم لوني وتكون عائلة الألوان في المنظر الطبيعي ديالي كما دائما نوزع كذلك اللون الزيتي للجهة اليسرى بش تكون موروج وحشائش ولاحظوا كيف مادرت في الأول نوزعها في المساحات اللي غتكون فيها الموروج نضيف له اللون البني على الجهة اليومنا وسط على يعني شاطع البحيرة بش تكون تم ريمال وأحجار وحصر ثم اللون باللون البني الأحجار اللي كينا على الجهة اليسرى لاحظوا درجة اللون البني درجة خفيفة من بعد غد نقويها مني غنبغين نفيني ندير روتوشات الأخيرة للمنظر نوزع الآن اللون الأخضر والأسود في المساحات اللي درت فيها اللون أخضر زيتي لأنه غتكون بعض الضلال للموروج في هاد المساحات لاحظوا اللون أخضر وأسود لاحظوا ضبقة اللون ودرجة اللون نوزع بفرشات الأنجولو ضروري يكون تنوع في المساحات الخضراء يكون تنوع ثم نبدأ الرسم في أشجار صانوبر ونوزع بعد الحشائش وأوراق الأشجار الفوق اللون أخضر هنا غدين ناخده كغينة لهاد المنظر غيغني لي هاد المساحات دي المنظر أشجار صانوبر صامها صغيرة كبيرة نحاول نوزع فاد المساحات كلها ونبدل حتى اللون أحيانا كنضيف اللون أصفار اللون أزرق على اللون أخضر باش ندير تنوع دي اللون الأخضر هاد المساحات اللون الزيتي الآن باش ندير إضاءة لأشجار الصانوبر اللي درتها تحت الجبال مباشرة لاحظوا كتعطيني إضاءة خفيفة لأشجار الصانوبر كذلك بالنسبة الجهة اليمنى تحت الجبال مباشرة لون أخضر زيتي بفرشات الأنجولو كندير مساحات دي الإضاءة على الجهة ليسرى لكل شجارة وشوفوا الدربات شوفوا الدربات كيفاش كندير لها بفرشات المروحة كتحدد لي الدقة في الدربات وكتعطيني الخطوط العامودية والخطوط الأفقية نبدل اللون بإضافة الأصفر باش نعطي إضاءة وطبقة أخرى لاحظوا دائما ما نديرش طبقة واحدة نحاول طبقة الأولى والثانية والثالثة الرابعة لحسد أنا كنحاول نختصر دائما في الطابقات باش نخفف عليكم درت اللون أبيض وأصفر تحت أشجار الصنوبر باش تبيل لي تلال تمق وتبيل لي موروج كذلك بالنسبة للأشجار أخرى نوزع طبقة من اللون أخضر موضيئة هنضير فوق الحشائش بفرشات الأنجولو نبدأ نوزع في المساحات الخضراء فقط أما الصخور نخليها باش نعطي إضاءة للون الأخضر وتبال الموروج في المنظر واضحة وبينها هذه الطبقة الثانية درت الفيراش الأول ودرت طبقة خفيفة بلون زيتي طبيعة الحال كنضيف لي اللون الأصفر الحامضي والأبيض وغنبدأ دائما نخفف اللون بهذا اللونين الأبيض والأصفر كنضيفو على اللون باش نخفوه ثم غتشوفو دابا كيفاش غن نخفف اللون بفرشات الأنجولو وكيفاش غنبدأ نوزع في الموروج على المساحة الخضراء في المنظر الآن لاحظو ضفت اللون أصفر وأبيض مرة أخرى باش نعطي الإضاءة للموروج والحشائش غتكون حشائش وموروج هنا لاحظو كنضيف دائما اللون أبيض وأصفر وأحيانا كنضيف اللون أبيض فقط ولاحظو اللون الأبيض منك يدخل على اللون الزيتي كيفاش كيبين الموروج رائعة الإضاءة بانت وضاحت في المنظر بهذا الضربات نحاول نضيف اللون أصفر أوكر كذلك ونبدأ الرسم مرة أخرى في أشجار صانوبر باللون الأسود والأخضر وبفرشات المروح لاحظو العملية دي المباشرة ترسم أشجار الصانوبر كنديرها على هاد الموروج كلها الخضراء باش تبان ويبان المنظر غاني بأشجار صانوبر هاد النوع دي القبيعة دائما فيها هاد النوع دي الأشجار لاحظو اللون لون قوي قويت فيه اللون الأسود بشيبان لأن دائما كيف ما قلنا كيف ما تتفقنا بأن الألوان منك تكون قريبة كتكون قوية منك تكون بعيدة كتكون فاتحة هذه قاعدة في المناظر الطبيعية لاحظو قوة اللون الأسود والأخضر كيفاش دهر وكيفاش بان وتوزيع المنظر أو توزيع الأشجار في المنظر كيفاش بان الآن غنقوي اللون دي الضل دي الصخور بإضافة اللون الأسود على البني بنيوه لكن غنضيف لي اللون الأسود باش نقوي لون الضل لهاد الصخور ويبان المنظر يبدأ يوضاح شيئا فشيئا كلهم هاد الصخور كلهم غدي نحاول ندير لهم هاد طبقة دي اللون قوية درت الفيراش في الأول ما بينش لي قاوي في المنظر عودت أطيته القوة باش نبين الصخور ونوزع صخور وأحجار أخرى ثم نعطي إضاءة لأشجار الصنوبر ليدرت بفرشات الانجولو واللون الزيتي خفيف لاحظو المساحات اللي كان نعطيها الإضاءة فيها الجهة اليسرى دائما لأن هذه القاعدة طبقتها في المنظر كامل لإضاءة على الجهة اليسرى بالنسبة للمنظر نحاول نوزع بشكل خفيف ونحاول نقيس الجهة اليسرى ونخلي وحد نسبة دي اللون الضي الآن غنبشي للصخور لون بني خفيف بنفس طبقة اللون اللي درت نضيف عليها لبين نفسها جو الأحمر والأبيض ونخففها ونبدن نديرها إضاءة هنا لاحظو كيفاش كتبان إضاءة نعطي الإضاءة على الجهة اليمنى لأن السخور مقلوبة في المنظر لاحظو كيفاش بينه وكيفاش عاطية لنعكاس دياله وهي كتكون في الأسفل لذلك الإضاءة دياله كتبان ظاهرة مباشرة من ألوان السماء وأحياناً كنقلب الإضاءة على حسب الوضعية ديال السخور لاحظو لون بني الدرجة الأولى خفيف طبيعة الحال خففته باللون الأبيض والأسفر والأحمر ونبسيجي غنضيف طبقة أخرى من اللون باش نخفف الإضاءة مرة أخرى لاحظو كيفاش نضيف اللون اللون أحمر وبنفسجي دائماً نكرره في الصخور باش تبان الإضاءة قوية جداً فرشاة الأنجولو كتحدد لي لون الإضاءة للصخور نمشي الجهة اليمنى نفس طبقة ونحاول دائماً نعطي الإضاءة للصخور على الجهة اليسرى لأن هذه الوضعية ديال الصخور على الجهة اليمنى مقابلة مع القاعدة ديال المنظر الطبيعي لأن كل الأشجار والجبال كل من عاكس عليها الإضاءة للجهة اليسرى لذلك ندير لهذه الجهة اليسرى دياله كلها مضيئة لاحظو العملية ديال إضاءة الصخور باللون البني خفيف نوزع بعض الأحجار باللون البني اللي درت خفيفة لاحظو على جانب البحيرة نوزعها ونبينها ونعطي لون ضل اللون البني نوزعه كذلك فيما تبقى في الموروج ما بين الموروج وما بين الحشائش ندير أتريبه باللون الترابي على جانب البحيرة دمجهب الأصبع ونحركها بالفرشات بطريقة خفيفة لاحظو هذي طبقة الأولى من بعد نضيف لها الطبقة الثانية بالسكين لاحظو ضفت ليه اللون الأبيض وعطيت إضاءة خفيفة نديرها من الفوق باش يعطيني التحديدات ديال التراب والأحجار ونختم الإضاءة ديال الأحجار والحصى اللي كان بجانب البحيرة بإضافة اللون الأبيض مرة أخرى لاحظو كي أعطيني الإضاءة شيئا فشيئا أعطي إضاءة باللون الأبيض مرة أخرى در تقريبا أربعة أو خمسة طبقات في الإضاءة للسخور باش نبين السخور وتبقى الأحجار في البحيرة باللون البني مرة أخرى غرصة مجودة وعدي الأشجار على الجهة اليسرق وكذلك واسط جدع خفيف وراقيق على الجهة اليمنى كذلك واسط كذلك جدع خاوية من الأوراق ثم ندير نعيكاس باللون الأسود والأخضر لأشجار الصنوبر اللي كان في الموروج على البحيرة لاحظو عملية لنعيكاس ديال الضل للأشجار في المياه بجرات خفيفة من الفوق التحت كنحاول نطر الفرشات أو نجبدها كما يقال باش ندير هذا الموتيف ديال النين عيكاس ديال الضل في المياه لاحظو وبنفس طبقة اللون اللي كتكون عند الأشجار فوق كنخففها شوية بإضافة الأخضر فقط وكذلك السخور ندير اللون البني في الانعيكاس ونحافظ على المساحة ديال كل جزء الفوق نديره في المياه التحت باش إيبان القانون ديال الأبعاد نتحقق في المنظر نعطي إضاءة للجودوع باللون البني خفيف فيه لون أبيض وبنفساجي وأحمر كذلك على الجهة اليسرى واليمنى لاحظو التخفيف ديال اللون بالإضاءة ثم ندير لون ضل أو لون ضوء عفوا مرة أخرى في السخور توزيع دياله لون بنفساجي وأسود وأبيض روتوشات غتكون أخيرة باش انهي المنظر طبيعي ديالي لأنني قربت نسالي المنظر نحاول نفيني ما تبقى بحيث نضيف روتوشات على الأشجار ديال الصنوبر ونحاول ندير جودوع ديال الأشجار خفيفة باللون البني وهكذا بفرشات الأنجولو نعطي إضاءة للجدع الكبير لعلى أقصى اليسار باللون البني لاحظو كيفاش نعود نكرر عملية الإضاءة للجدع بشيبان نضيف لللون الأبيض مرة أخرى نحاول دائما نعطي مساحات لللون الأبيض في الإضاءة بشيبان المنظر قوي وفي الإضاءة لاحظو مرة أخرى لون بني بشيبان الإضاءة واللون الأبيض كذلك نختم به الجدع بشيبان نوزع ما تبقى من الحشائش والمروج باللون زيتي خفيف بفرشات الأنجولو لاحظو كيفاش بانت المروج الحشائش نحاول كيف ما قلت نبدأ نفيني الآن في المنظر كيف قولي بعض الروتوشات دائما كنحاول نفينيهم بش ننهي المنظر ونختم ما تبقى الآن غنضير إضاءة لأوراق الشجرة الفوق اللي في الخلفية بلون زيتي ضربات أولى فقط ما نعطيش العملية الثانية أو طبق الثانية ونوزع نفس اللون في الخلفية باشتبال أشجار بعيدة لون أخضر في المياه غيبي لي نعيكاس الخضر اللي كان في المنظر بفرشات الأنجولو دائما ندير بعض الروتوشات للون الأزرق خفيف تحت الأخضر بفرشات الأنجولو خطوط في الأخير باللون أبيض وأزرق ستبقى لي نعيكاس ألوان المياه بهذه الخطوات كنكون نهية المنظر الطبيعي ديالي ما تنسوش أحبابي اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والضغط على زر لايك والبرطاج بين أحبابكم وأصدقائكم أستودعكم الله فرج ممتعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة